أعلن البنك المركزي السعودي متابعة حول ما أثير في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض أحد العملاء لعملية احتيال مالي نتج عنها حصول المحتال على تمويل بصورة غير مشروعة من خلال استغلال بيانات العميل الشخصية التي أفصح عنها وبناء على ذلك قام البنك المركزي فورا بتشكيل فريق للتحقق من الأمر والاطلاع على حيثياته فتبين أن جهة التمويل المشار إليها في المقطع هي شركة تمويل مرخصة حديثا من البنك المركزي السعودي وفي هذا الصدد يؤكد البنك المركزي السعودي ضرورة المحافظة على البيانات والمعلومات وعدم مشاركتها مع أي طرف لم يتم التحقق من هويته هنا لنا تعليق مع هذا الخبر المتعلق بمعنى عنه البنك المركزي تحديدا في هذه القضية السبب يعود مفهوم أن هناك معلومات قام العميل بتسريبها معلومات شخصية أو تزويدها بطرف آخر لكن لم يخبرنا البنك المركزي كيف وصلت عملية التمويل هذه إلى مراحلها النهائية بدون موافقة العميل هذا واحد الشيء الثاني هل أي شخص اليوم يمتلك معلومات سرية لشخص يستطيع الحصول على تمويل الجزء الثالث وش الخطوات التي اتخذها البنك المركزي تجاه شركة التمويل لضمان عدم تكرار هذا الموضوع مرة أخرى حقيقة الموضوع خطير وهناك عدة استفهمات حوله البيان الذي صدر من البنك المركزي حقيقة لم يجاوب على كل الأسئلة المطروحة اليوم نحن أمام أمن معلومات متعلقة بمعلومات شخصية للأشخاص كيف يتم تداول هذه المعلومات وكيف يتم إجراء عملية مالية لقروض تخص أشخاص بدون موافقتهم وبدون علمهم لا ويتم أيضا تحميل الأشخاص إلا إذا كان فيه هناك عملية نحن لا نعرفها السؤال الأهم الشركة أو الجهة الممولة التي أصدرت هذا التمويل وضعتها على فلان أو فلان بدون علمه هل فيه تعاون من قبل الشركة مع أشخاص خارجها لإسقاط هذا التمويل أو وضع هذا التمويل على شخص دون آخر هذه أسئلة واستفهمات كثيرة نتمنى أن البنك المركزي جاوبنا عليها